استقبال المكلفين بالدفع الضرائب وإدارة الملفات والإجراءات الضريبية عن بعد أي عبر الأنترنت رقم نتوك كل العمليات الجبائية وكافة إجراءات معالجة السندات وتقديم الدعمة في مجال تكنولوجيا المعلومات لإدارة جبايا هي بعض مميزات تكنولوجيا الشبكة الحديثة التي بات يقوم عليها نظام الجباية الجديد جبايتك المميزات التي قدمها اليوم القائمون على هذا النظام في عرض تفصيلي أمام وزير المالية العزيز فايد وإدارات الوزارة للاستفادة أكثر منه باعتباره دعامة قوية لاتخاذ قرارات أكثر دقة وتبصرا وضمان إدارة أكثر فعالية للموارد من خلال منحه نظرة شاملة لمسؤولي الضرائب مركزان جديدان بكل من ولاية زوز والعلمة بولاية الصطيف ستتعزز بهما هيكل الضرائب فضلا عن خمسة مراكز جوارية سيتم إنشاؤها خلال شهر ديسمبر المقبل ما سيرفع العدد الإجمالي للمراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب إلى 41 قبل نهاية عام 2023 يهدف نظام جباية تاك إلى تحسين موارد الخزينة العمومية للدولة من خلال تبسيط الواجب الضربي ورضع المتهربين من خلال رقمنة وتسهيل الإجراءات الجبائية مما يقدم لدافع الضرائب خدمات أسرع وفي المتناول أكثر فعالية في إطار مشروع شامل في طور رقمنة كل القطاع اشتركوا في القناة